قدرت تكون فيها نفسك أكثر قدرت تكسب خبرة كبيرة هل عندما قررت الهجرة خارج الوطن كان القرار أنك تبقى هناك وتستقر هناك أم أن فكرة العودة كانت دائماً موجودة عندك في ذهنك والله أنا كي سفرت أول مرة كي مثل الشباب قلت يعني ذهاب بدون عودة يعني تتولي إجازة برق مرحلة صيفية سيارة وشوية البحر وكذا منها شهرت وبعدك يشفت الوضع الاقتصادي الجزائري بدأت تحسنه بدأت يعني السلطات طالب بدأت الاستثمار يعني تفتحت الاستثمار سنة 2004-2005 أول ما رجعت سما رجعت كمستورد سما كنت نبعث سلعة من دبي نبعثها لهنا الجزائر كمستورد بحكم الاختلاط تعنا مع الشباب يعني الرجال أعمال المستوردين هذوك عرفت شوية الاستيراد والبضائع والمصدر تاحها وكيفاش تبيعها هنا وذك ورجعت إلى أرض الوطن واستثمرت في قطاع الطاقة بالضبط طاقة الفحم أول شي بديت بالفكرة صناعة الفحم صناعة الفحم لأنها كنت تصنع بطرق تقليدية عشوائية غير قانونية هو الفحم تقريب كبرية الدول الاقتصادية يعني تشتغل في صناعة الفحم لأنه الفحم مش غير للشواء ولا للطاقة الفحم عنده فواد كثيرة في المستحضارات التجميل يخدموا به المصانع تحويل النحاس يخدموا به تصفية المياه في البيئة في مصدر المواد الكيميائية يعني عنده فروع كبيرة يعني فقمت شوية بجولة للأوروبا ديت شوية فكرة على الأفران هذه كيف سرقت الأفكار سرقت الخبرات من كل بلد يعني اكتسبت اكتسبت بس كما مكانش لي يوريلك هكذا مجال جديد مجال جديد مكانش لي يعطيك المجانن هكذا حتى الدورات التكوينية ما يعطيك شي يعطيك الأساسي أنا نحي طموحك طموحك الكبير أحيي معمر على هذا الطموح الكبير على تنقله بين دول العالم لاكتساب هذه الخبرات والمهارات والاستثمار بها فيها هنا في الجزائر كذلك طريقة الاستثمار في هذه الطاقة كانت مطابقة للمعايير العالمية أكيد اسمح بنا ندخلو أستاذ بحاجة جديدة للبلاد للجزائر حاجة جديدة للبلاد أنه مثلا من طريقة تقليدية لطريقة عصرية من طريقة غير نظامية لطريقة نظامية يعني قانونية تشتغل من طريقة تأثر في البيئة من البيعاتات الغازية وكذا الطريقة يعني صديقة للبيئة وهذه الأمور باش تديرها عندك زوج حلول يا تصرف رأس مال كبير باش تجيب مصنع كبير أو تكتسب خبرة من أي شركة وأنه الأفران اللي كانت تتبع عالمية صنعتها هنا يعني واحدة ما كانش استيراد ولا يعني كنت ضد فكرة الاستيراد ودخلت مجال التصدير يعني العكس في الوقت اللي كانت كل الناس تهفت على الاستيراد أنا دخلت مجال التصدير مجال التصدير نحييك مرة أخرى على هذا المشوار المهني الناجح هنا في الجزائر جزائر